محمد أبو جبل أبلغ الجهاز الفني لنادي الزمالك بمعاناته من شد في العضلة الضمدة خبرنا في رقم عشر اللي كنا قلنا لحضراتكم عليه منذ أيام إنه اللاعب تغيب بسبب إصابة في العضلات وإحنا قلنا لكم برضو إن دي إصابة اللي بيسموها بينكو سينك ده إصابة سياسية ما فيش إصابة يعني بس هو إيه أنا مش هبقى أساسي فمش هبقى موجود والله أعلم يعني بس الوضع كده الوضع ده اللي بيحصل في نادي الزمالك يعني ده اللي بيحصل بالنسبة لمحمد أبو جبل في نادي الزمالك تحديدا وبصراحة نادي الزمالك أعطى الكثير لأبو جبل الكثير لأبو جبل تحديدا يعني والراجل لعب محترم وكبير عشان برضو ما يبقاش اسمنا بالنهاجم وخلاص بس ده وقت أبو جبل بقى ده وقت إنه يقف جنب نادي الزمالك بس خب بالك عواد لو تصابل حارسل بعد كده شاب لسه والوضع خطير في نادي الزمالك فأنت لازم دلوقتي على الأقل تقول أنا هساعد الزمالك لحد نهاية الموسم بحق اللي عمله معايا الزمالك الفترات اللي فادت دي كلها حتى لو قعدت على الدك ما تزعلش بقى أنك إنت سبت مكانك أساسي فتقعد على الدكة عشان بس تساعد نادي الزمالك عشان بس تساعد نادي الزمالك وإنكر ذاتك شوية 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 وإن نهاية الموسم ييجي بقى أنت برحتك عالك يخلص معايا الزمالك عايز تكمل مع نادي تفضل مش عايز تكمل طبعا تحرق لك القرار الأول والأخير